فحضراتكم وصلوا إلى مكان الوقع وابو المصطفة السيد رئيس المباحث كان متواجد بعض الفلاحين وبعض الأشخاص متواجدين بجوار المسجد ومجمع الرحمن ساعتك اللي هو على بحري قريد شرنياش وطلب منها أن تتفحص الأشخاص المتواجدين لعل وعسى يكون أحدهم من المتواجدين بالفعل الشخص اللي هي أدت بأوصافه قبل ما ترى بعينه أنها قوية البنية لابس بنصكم بعضلات كان متواجد السيد مدير المباحث استدعى القوى بتاعته مدير المباحث الدهلية مدير المباحث الدهلية استدعى القوى بتاعته ساعتك وظلوا برهب من الوقت وأنا أسف أن أقول برهب من الوقت إلى حين تم استدعاءه بحجة أن العربية سخنة وطلب ميا ولكن بعد ساعتك ما تم الأبضع عليه بمعرفة السيد مدير المباحث والسيد رئيس المباحث تمكن من الهرب بحجة أنه تبول لا إراضيا على نفسه وطلب منهم لأن البيت ساعدتك في ذات المكان بيت المتهم ده في ذات المكان وطلب منهم سيزانهم أنه يغير من أبسه والراجل ده تلع مش من الشرطة؟ لا ده مواطن ده ساعدتك مواطن وتم تعرف ساعدتك عليه طب يعني دول كانوا سرقين فهمني سرقين عربيت الشرطة؟ هو ساعدتك فيه عنصرين شرطة إلى الآن ما زالوا مجهولين ولكن إحنا بنقول وعلى الهوى أن تحريتنا الشخصية والمجنة عليها بيتمعز عن حقها إحنا توصلنا لأسماءهم تحدينا وبيعملوا فيهم وإحنا صباح بيكرسة أقدم ببلاغ للسيد المحام العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بأسماء هذين الشخصات ده حضر هو ساعدتك للأسف وتمكن ساعدتك من الهرب في اللحظة دي وتم تقبض ساعدتك على اثنين من أشقاء أشقاء لأب للمتهم وللأسف يعني للأسف أنا آسف إن أنا أقولي الكلام ده على سيد محترم زي الرئيس المباحث أدل بأقوال على لسان الشخصين اللي هم ساعدتك أشقاء المتهم الأساسي قال هارب هل يزتمكن من الفرار هاربا من حضراتكم مدير المباحث وقوة المباحث ورئيس المباحث وفر ساعدتك من المكان وأملع لسانهم أقوال أنا بقوله النهاردة أنا معايا صورة اسمية من التحقيقات وبقول ساعدتك إن الأقوال التي أمليت على لسان المتهمان اللي هم حبوا ساعدتك يفولوا القصة هم ثلاث أشخاص يبقى المتهم الرئيسي واتنين من إخواتهم تمت أقوالهم وتوقع منهم المحضر ساعدتك موجود في تحقيقات الشرطة ساعدتك المفترض أن في أقوال أمليت على لسان الشقيقان للمتهم الرئيسي فهمني إزاي دول يعني إزاي هم عايزين يكيفوا الواقع عن ندي كانوا في عربية الشرطة إيه علاقتهم بعربية الشرطة لا دول عساكر الدرجة تانية دول عساكر الدرجة تانية ساعدتك وأنا حضراتكم قلتلك بتحرياتنا ساعدتك واتصالتنا مع بعض الأشخاص إدارنا نعرف ندي عربية الشرطة كانت بتلين في المكان ده كان موجود الموضوع تحول للنيابة في الموضوع ساعدتك تحول النيابة والنيابة العامة تفضلت مشكورة وبعرض المجنة على الطب الشرعي بيه تأريد طب الشرعي وتأريد طب الشرعي أثبت الإصابات من آثار الاحتكاك بآثار جسم صالب رد وأثبت ساعدتك ذات الواقع اللي هي حكتها أن ساعدتك قلبوها على ظهر نفس القصة التأريد المبدأي من المفاتش صحة أثبت الإصابات دي بفعل وهي عرضت ساعدتك بعد خمسة أيام من الواقع على الطب الشرعي على الطب الشرعي وطب الشرع أثبت بالفعل الإصابات دي وده موجود في وقت تأريد طب الشرع الإصابات نهي إصابات ساعدتك اللي هي من آثار التكتيف من آثار الجزء من آثار المقاومة أثبت حدثة الاغتصاب؟ هو ساعدتك ما احنا قلنا حضراتكم إن هي نفسها ما أبلغتش على تاني يوم ودي ست متزوجة وليها زوج فحضراتكم الأثار لا يمكن أن يتفضل أربع تاني المفروض يا أستاذ حزن كانت تروح سرع فورا هو بالتأكيد إنه لو كانت توجهت في الحال إلى مركز الشرطة أعتقد كان كل الدنيا اتغيرت تماما لأنه هو حضراتك فيه أنا شايف أنه فيه حكيم في المسألة الحاجة الأولية ما لهمش بديل تالك إما إنها عربي الشرطة وإما إن حد انتحد صفات وده احتمال وارد جدا بزبط ده محتمالين ما فيش شالت لهم يعني كده أو كده هي بالتأكيد ربما من انزعاجها الشديد أو إنها ما استعبتش الموقف إنها وقعت تحت وطقة ده شيء باشع جدا أخذت واحداك أعتقد إن ده اللي خلاها اتأخرت الـ 14 ساعة والـ 14 ساعة دولي هم يمكن اللي كانوا سبب في إن المسائل يبقى تحددها على وقع القطع صعب أولا أن الطب الشرعي لن يستطيع أن يصبت وقت أنا أعزي الطب الشرعي كشف بعد خمس سيام مش كان المفروض هي راحت بعد 24 ساعة فورا كان أول إجراء تعرض على الطب الشرعي مش ده المفروض التأخير كان ليه تفاصيل التأخير أنا ما عنديش فكرة تفاصيل تأخير ساعتك هو السيد المدير المباحث لما نزل مع السيد الرئيس المباحث وخد الواقع كان تاني يوم ساعتك الساعة 2 صباحا فتم تقبض ساعتك على بعض الأشخاص وتم ساعتك أرضون بعد أكثر من 24 ساعة فكده ساعتك 48 ساعة ساعة النيابة ساعتك حقيقة القضية المسائية في اليوم ساعتك المسائي 3 أيام يبقى هذه ساعتك داخلنا في اليوم الثالث عرضت ساعتك على طب الشرعي صباح اليوم الرابع بناء عن قرار من نيابة العامة لأرضاها على طب الشرع فأصبح ساعتك في اليوم الرابع أو الخامس هي كده عرضت على طب الشرع لأنه يفعل تأخير 24 ساعة من الإبلاغ ولما المباحث حبت تتأكد من صدق الوقع من عدمه فانتقل ساعتك كانتاني يوم تجيه ساعتك 3 يوم تحقيين يبقى رابع يوم ساعتك اللي عرض على طب الشرع ومفادش الصحة مفادش الصحة أثبت ساعتك الإصابات هي عموما تحريات المباحث تحريات المباحث التي تقالت في موجب التحيات توصلت إلى صحة الواقعة وقام بالتعدي عليها المدني المدني طب التلاتي هم كانوا تلاتي ما هنقول لي ساعتك ولم تتوصل إلى معرفة من الشخصين الآخرين المشتركين بالوقع ولكن تحريات المباحث أكدت من فيها فيه اثنين تانيين طيب فيه اثنين تانيين معلش برضو يا أساس حاسب السؤال دلوقتي عنصر أساسي في الحكاية هل نيابة وصلت أن دي عربيت شرطة ولا مش عربيت شرطة لا 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 ما وصلتش ها النيابة لم تجزم بس التحريات ما هو ساعتك النيابة شغالة على التحريات ما المجنة عليها نفسها المجنة عليها ساعتك في بداية إبلاغها لم تتقدم بإبلاغ ضد شخص بعيني ابلاغ ضد ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة شرطة تحريات المباحث ساعتك لما توصلت للمتهم الذي فر هاربا وده ساعتك الفرار في حد ذاته أنا بقول لي دي قرينا تحريات المباحث مطلوبة ساعتك النهاردة في تحققات النيابة العام السيد رئيس المباحث أكد الواقعة وأن بالفعل هناك متهم من يدعى كذا المتهم المدني بالاشتراك مع شخصين آخرين قد ارتكب تلك الواقعة بكل ذلك أستاذ جمال بعد ذلك أستاذ معتز أنا معاك كده أستاذ جمال الحكي بتاعه واضح بإني في وقت الاقتصاب ما حدش بمكره أخذ تحرك احنا عندنا دلوقتي خيط رفايع جدا جدا نقدر يحسن مسألة من آخر هو الشخص المدني الشخص المدني اللي حطه قديهم عليه وبعدين هيرب ده يوم ما هيجي أعتقد أني أكيد أمرت بضبطه أحضاره أمرت بضبطه أحضاره أمرت بضبطه أحضاره ولم يتم تنفيذ ضبطه أحضار نظرا لهروبه مهروبه ورد أنه أكيد هيجي